الحديث بلغة السياسة الذي يبدأ برسالة النقاش وينتهي بذاتها لا يأتي من فراغ بل هو المستند على الدستور العراقي المشهد اليوم وأمام المجتمع الدولي يتفاقم متسارعا بين الفوضى وصوت الحلول المبنية على القانون وفي كل عام يمر العراق بموسم ركوب الموج قبيل كل وصول إلى انسجام سياسي وديمقراطي لكن في العام الحالي تشتد المواجهة لسبب مرده أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حمل سيادة القانون والدولة شعارا في وجه فصائل لا تمثل ذراعا سياسيا وليس لها في صنعة السياسة خبرة ولهم يحزنون إنما المسألة الواضحة تماما أنه موسم إثارة العبث الممنهج واللعب على عاطفة الناس تحت شعارات تحمل رسائل دينية أو وطنية لكنها في الأصل مزيفة الإحراج المباشر لحكومة الكاظمي يشتد فتشتد معه الأحداث المتسارعة على الأرض ومع اقتراب العراقيين لاستحقاق دستوري يتمثل بتحقيق مطلبهم بالوصول إلى انتخابات تضمن إنجاب برلمان يمثلهم حقا لا يمثل صوت الزور والدخلاء في شؤون البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا تتسرع الأحداث الأخيرة في محاولة لثني الكاظمي وحكومته وسلطة الدولة عن الشروع بإعادة المشهد السياسي وموازين الأمن واحترام سيادة القانون فتخرج أسماء وشعارات لتشتيت الجهود وأمام هذا كله فإن المجتمع الدولي بسفرائه ودبلوماسيه ومع وقوفهم المطلق وفق القرارات الدولية فإن المعادلة السياسية باتت مرهونة بفتيل يشعل الإخفاق في الأيام المقبلة التزييف واستخدام جمل وكلمات وإنتاج أسماء ليس لها في الواقع شيء جميعها تقوض جهود العراق على صعيد محلي وأقليمي ودولي في الخروج من الأزمة السياسية وقد يرتفع مؤشر الصراع بين القانون والفوضى بنتائج تفتك بشمال العراق وجنوبه ووسطه أما الإشارات المتناقضة اليوم والتي يحملها مدعومون من جهات خارجية لإقاع العراق في دائرة الاقتتال الداخلي وصناعة فتنة تغرق الأمل السياسي في البلاد جميع المؤشرات تقود إلى ضرورة حل المعادلة بما يفضي إلى دولة القانون بعيدا عن فصائل لم يبقى أمامها سوى أن تطلق على وزارات الدولة مقصدها في الفوضى حكومة الكاظمي تمضي قدما في الدفاع عن نفوذ المشهد السياسي والأمني ومعاقبة أي خروج عن القانون بيدا حديدية تعيد الثقة للدول الشقيقة والصديقة أن ما يحدث ما هو إلا سحابة صيف وتزول وأما اللعبة فباتت مكشوفة على يد صناعها الذين يحولون العراق لساحة صناعة التخريب فأصبحت ميليشيات تولد عند بزوغ كل يوم جديد وكانه سوق لتحطيم القوانين المشرعة والتي تكفل حماية المشهد السياسي يتقن العراقي اليوم أن صناعة ميليشيات وفصائل خارج عن القانون بألوان وكلمات تلعب بعاطفتهم ما هي إلا لغة حرب نفسية ولغة صواريخ وقتل ودم تحرج الحكومة العراقية ليس لشخصها إنما ليبقى العراق بدون قيادة نحو الاستقرار وهذا ما يضع الكاظم في مسلسل الإحراج الذي يقوده لاتخاذ القانون سلاحا في وجه مرتزقة يقتاتون على جسد العراقي السياسي والأمني اشتركوا في القناة